حرب السيطرة على النفط هكذا تصف أغلب التحليلات حروب حفتر في ليبيا منذ بروزه ظاهرة عسكرية بعد 2014 ومرة أخرى يعيد الهجوم الجاري على العاصمة التأكيد على علاقة النفط بالحرب خلال لقائه الأخير بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر خليفة حفتر سراحة عن قلاقه من أنهم في المنطقة الشرقية لا ينالون حصتهم من مبيعات النفط بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول فرنسي وأن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولا توجد أطراف يمكن التحاور معها حديث حفتر إلى ماكرون لم يكشف دوافعه الحقيقية وراء عدوانه على ترابلوس كما لم يوضح شروطه لإيقافها وهو ما يدفع إلى البحث في الأسباب الجوهرية غير المعلنة وهي السيطرة على موارد النفط في ليبيا عبر اغتصاب السلطة بقوة السلاح بحسب قراءات للوضع الليبي هذه الحقيقة ليست بعيدة عما أشار إليه المبعوث الأممي غسان سلامة من أن حفتر يسيطر على 70% من الحقول النفطية وعلى هذا الأساس فهو ظاهرة لا يمكن تجاوزها لا في الحرب ولا في السلم وأن فرع المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية يحاول مجددا تصدير النفط بطرق غير قانونية تهدد بتقسيم المؤسسة التي تعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد وشبكة الأمان الاجتماعية الوطنية بحسب سلامة تصريحات سلامة سبقها تقرير لمجموعة الأزمات الدولية حذرت فيه من إشعال حفتر لحرب اقتصادية بقطعه لصادرات النفط بسبب ما سمتها القيود التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على البنوك التجارية في المنطقة الشرقية داعية الأطراف المتصارعة إلى وقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات بين محافظ المصرف المركزي في ترابلوس والموازيلة في البيضة من أجل تسوية النزاعات العالقة لتجنب ما وصفته بالسيناريو المأساوي كما دعت مجموعة الأزمات الدولية الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها على القطاعين المالي والنفطي في ليبيا لدفع الأطراف الليبيا إلى تسوية مالية ومهما اختلفت تصنيفات حفتر هل هو رجل حرب أم سياسة أم اقتصاد فإن تقارير عديدة ترجح ارتباط قائد عملية الكرامة بخطة بعيدة المدى للسيطرات على حكم ليبيا ووضع يده على مواريدها النفطية وأن النفط سيظل سببا قويا للصراع بين الأطراف المحلية وللمطامع الأجنبية ترجمة نانسي قنقر